فدي حاجة إجابية لكن في وجهة نظري أكبر المستفيدين من مباراة الأمس هو سوارش المدير الفاني الجديد الراجل عمل تدريبتين بس ولعب مطش حلو؟ وبالتالي أكيد استفاد من مطش مبارح بخلاف مطش مبارح هو شاف عدد من المباريات لكن لما تشوفها على الطبيعة وانت في الملعب على التراكف على الدكة أكيد هتكون أراء ووجهات نظر مهمة بالنسبة لك والرؤية بالنسبة لك تتضح بشكل أكبر بخصوص الفرقة والنواقص اللي انت محتاجها سواء كجانب بدني جانب فني أو حتى كتدعمات فدي كلها أمور حيشتغل عليها النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي لكن عمرنا ما حنقدر نقيم سوارش لا مبارح ولا بعد مبارح ولا بعد أسبوعين ثلاثة ولا بعد أي حاجة لسه شوية محتاج فترة وخصوصا إنه فيش أي فترة إعداد الراجل ماسك وراء وقلم وعمل يتدون انتوا شايفين حضراتكم بيبصوا كل شوية على الورقة لسه بيحاول يعرف اللعيبة يحفظ أسماءهم ياخد باله ده إيه مركزه ده بيجيت فين ده يقدر استخدمه فين حاجات كلها كتير جدا الشغل عليها سوارش مبارح لكن الجانب برضو الإيجابي أن الراجل عنده التعامل النفسي مميز قوي قوي حتى الجن الأول لما جيه راح يسلم على الدكة كلها جماعة أو عنده نوع من أنواع الحماس وده بيبقى مطلوب بس الحماس لوحده لا يكفي لازم يكون عنده قدرات فنية بالمناسبة فالراجل واضح عنده قدرات فنية مش قصدي على مباراة مبارح لكن دليل أنه عنده قدرات فنية لا يتعقد معاه لكن جانب الحماسي ده برضو ده جانب مهمة أوي اللقطة الأهم كمان لما محمد شريف ضيع الفرصة السهلة وكان خارج ونازل مكانه حسام حسن فلما الفرصة ضاعت أصر أن يدي شريف أربع خمس دقائق عشان ما يفقدش الثقة في نفسه بشكل أكبر فده كانت لفتة مهمة أوي من الراجل وقد ده بيقدر أنه يشتغل على الجانب النفسي ومدربين البرتغالين بصراحة معظمهم بيجدوا التعامل النفسي بشكل مميز فده من ضمن المكاسب المهمة جدا الراجل نتمنى له يا رب كل التوفيق لكن محتاج كامل المساندة والدعم من الجميع وكل من ينتمي للنادي